السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا فيكم في الفيديو الجديد من قناة شجرة المعلومات. ان شاء الله في هذا الفيديو راح نشوف مع بعض كيف بنحصل على هاي الاضافة في البلندر اللي يتمكنك من تحميل المشاهد مثل ما انتم شايفين. عندك مسلا موانتج معين. بدك تحطه في مشهد اه وتعمله رندر او بامكانك تستخدم الماتيريال او بامكانك تنزل اي نموذج حابب انك تنزله. طبعا بالاضافة الى الجو العام مثل ما انتم شايفين. طبعا هاي الاضافة مجانية. اه قبل ما ندخل بالشرح ياريت تدعون هنا بزر اللايك والاشتراك للقناة ان شاء الله حتى نوصل للميت الف مشترك عما قريب. وخلينا نبلش بالشرح مباشرة. طبعا اول شي بنروح على هذا الموقع. اللي هو وبعدين نضغط على دول لود بلندر كيت. مثل ما انتم شايفين. نضغط على دول لود بلندر كيت مرة ثانية. راح يحمل معي ملف مضغوب. هلا مباشرة تم نروح الى نسخة البلندر. انا عندي اه نسخة بلندر اربعة فاصلة واحد اللي ليه اخر نسخة موجودة. تمام? وهلا راح نروح على ادد وبعدين وبعدين راح نروح على ونضغط على ونختار الملف اللي حملنا. هذا هو. تمام? الى راح نعمل علامة اه شيك. دل ما انتم شايفين. خلاص صارت موجودة عندي. مثل ما انتم شايفين هون هلأ بقدر مسلا تبحس عن شي معين. مسلا عطر. على سبيل ميسان. هاد. استضغط عليه. راح يحمل معاك مثل ما انتم شايفين. وهي كيف يكون حصلنا على هاي الاضافة. وكمان راح اطلكم رابط. اه لطائمة تشغيل اه شروحات البلندر اللي بعملها. ممكن انتم تستفيدوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.